موسيقى مجلس الوزراء يصادق على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم بينها مشروع مرسوم يقضي بالشيء آلية لمراقبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الرئيس سلغان بي واضر واشوط عائداً إلى بلاده بعد تسلمه لشائزة إفريقيا لتعسيس السلم موسيقى انطلاق أعمال قيمة الشباب والمرأة في نسختي الثانية والنسخة تناقش دور الشباب والمرأة في تحقيق السلم موسيقى 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 أينما كنتم مشاهدنا كرام حياكم الله أهلا بكم لا تفاصيل مسائية الموريتانية اجتمع مجلس الوزراء اليوم تحت رئاسة صاحب الفخامة سيد محمد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق القرد الموقع بتاريخ الثالث أكتوبر 2023 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصصة للتمويل الإضافي لمشروع دعم قابلية تشغيل الشباب في موريتانيا يهدف هذا المشروع إلى تعزيز فرص تشغيل الشباب في ولايات وكشوط الثلاث والحوضين والأعصاب والترارز وقيد مقا وإشاد حلول فورية وفعالة لأزمة أو لوضعية استعجالية وتتالف المكونات الأساسية للمشروع من دعم توجيه وإعداد مشروع مهني وتكويني في مجال الكفاءات الحياتية دعم تكوين الفني والتدريب النهوض بريادة الأعمال الصغرى في مجال الأنشطة المدرة للدخل الحالات ذات الطابع الاستعجالي وتتمثل النتائج المتوقعة لهذا المشروع في التدريب على المهارات الحياتية لحوالي 60 ألف شاب والتدريب الفني لأحد عشر ألفا وثلاثمائة وخمسين شاب والتدريب الإداري لسبعة عشر ألف شاب بالإضافة إلى تقديم منحة ودعم متنوع لإنشاء مؤسسات متناهية صغر ما سيدعم ما يقارب من أربعين ألف شخص متضرر من الفيضانات في مناطق تدخل المشروع وسيعزز قدرات الصرف الصحي كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية مشروع مرسوم يتضمن صلاحيات وتشكيلة وهيكلة اللجنة الوطنية لقيادة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد يهدف مشروع المرسوم إلى إشاء آلية لمراقبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتنظيم وسير عملها وذلك بهدف تنسيق تنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بالوقات من الفساد ومكافحة مشروع ومكافحته مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى خدمات العون الطبي الاستعجالي الموريتاني ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها يهدف مشروع المرسوم هذا إلى منح خدمة المساعدة الطبية الطريقة في موريتانيا وضعا قانونيا يسمح لها بأن تكون جزءا دائما لضمان الحق في الألوش لصحة وممارسة مهاراتها والقيام بمهامها بشكل صحيح وفقا لسياسة الوطنية في مجال الطب قبل الاستشفائي مشروع مرسوم يتضمن تعين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك مشروع مرسوم يتضمن تعين رئيس مجلس إدارة ميناء وكشوط المستقيل للمدعو ميناء الصداقة مشروع مرسوم يتضمن تعين رئيس مجلس إدارة المطبعات الوطنية وقدم وزير الشوري الخارجية والتعاون والموليتاريين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي وقدم وزير الداخلية الأمركزية بيانا عن الحالة في الداخل وقدم وزير الاقتصاد والتنمية المستديمة بيانا يتعلق بتنفيذ المشاريع بتموين خارجي خلال الفصل الثالثة 2023 يهدف هذا البيان إلى إطلاع الحكومة من ناحية على التقدم المحرس في المشاريع الممولة بموارد خارجية ومن ناحية أخرى على الدروس المستفادة في هذا السياق قبل اقتراح توصيات تهدف إلى تعزيز نظام مراقبة للمشاريع شهدت محفظة المشاريع خلال الربع الثالث من 2023 انخفاضا في الحجم والقيمة مقارنة بالربع السابق وأرجع ذلك على وجه الخصوص إلى إنجاز خمسة مشاريع ولم يزيد عدد المشاريع التي بها مشاكل وظل أداء المشاريع معتدلا ومع ذلك فقد تقدم تنفيذ المشاريع بشكل مرضي خلال هذه الفترة علاوة على ذلك تم تقديم توصيات بشأن تحسين فعالية وكفاءة ومواءمة نظام مراقبة المشاريع وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية الوزارة الأولى اللجنة الوطنية المستقلة اللجنة الوطنية للمسابقات عفوا الأعضاء مباريك والغرفة محمدا والمحمد الحافظ محمد محمود وللحاج إبراهيم تكبر منت الدين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج ديوان الوزير المستشار المكلف بالقضايا الشاملة الدكتور أشرف عبدول أستاذ جامعي متخصص في القضايا الشاملة للتنمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا وعلق كل من وزير التجهيز والنقل الناطق باسم الحكومة وكالة وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة ووزيرة الصحفي مؤتمر صحفي عقدوه مساء اليوم على نتائج اجتماع مجلس الوزراء واستعرض سادة الوزراء كل فيما يعنيهم الشريع المراسيمي والقوانين التي صادق عليها المشلس تضمن خطاب فخابة رئيس الجمهورية سيد محمد للشيخ الغزواني خلال الدورة الرابعة لمؤتمر تعزيس السلم في فريقيا استعراضا لدور المحظرة الشنقيطية في نشر الاشعاء الثقافي وقيم الاعتدال والتسامع والوقوف في وجه الفتن والغلوب وتطرف كما تضمن الخطاب الشهود التي بدلتها الدولة من اجل المحافظة على التعليم الاصلي ومواكبته للتعليم الحديث نتابع فيما يلي أبرز محاور خطاب فخامة رئيس الجمهورية خلال الدورة الرابعة لمؤتمر تعزيس السلم في إفريقيا أكد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني في خطابه خلال افتتاح الدورة الرابعة للمؤتمر الإفريقي لتعزيس السلم أن المحاضر الشنقيطية التي أنشئت منذ قرون وامتد إشعاعها الثقافي والفكري شمالا وجنوبا ولت حصنا منيعا في وجه الفتن ومنبعا لقيم الاعتداد والتسامح وقال فخامة رئيس الجمهورية إن موضوع النسخة الرابعة من مؤتمر تعزيس السلم في إفريقيا يستثير في وجدان المجتمع الموليتاني صدى تاريخ طويل من الازدهار الحضاري والعطاء العلمي المتميز وبين فخامة رئيس الجمهورية أن المحاضرة الشنقيطية شكلت منذ قرون نظاما تعليميا فريدا في خصائصه التنظيمية وأساليبه المنهجية وامتد إشعاعها الثقافي والفكري شمالا وجنوبا وما زالت حصنا حصينا في وجه الفتن والغلو والتطرف ومنبعا فياضا بمعاني وقيم الاعتدال والتسامح وأوضح فخامة رئيس الجمهورية أن إدراج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة المحورة الموليتانية ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لدليل ناصع على أهمية التعليم الأصلي ودوره البارز في تكريس القيم الإنسانية الجامعة من تسامح واعتدال وأمن وسلام مبينا أن هيئات التعليم الأصلي في قارة الإفريقية رغم اختلاف التسميات يجمعها بدل العلم ومد جسور التلاقي بين المجتمعات وتعزيز السلم الأهلي والحرص على اللحمة الاجتماعية عبر نشر قيم العدل والمساواة والتسامح والإخاء وإدراكا منها للمنزلة الكبرى والمكانة المتفردة للتعليم الأصلي الذي تمثله المحضرة صاحبة المنة الحضارية الكبرى على هذه البلاد يضيف فخامة رئيس الجمهورية حرصنا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية على صون وتعزيز نظامنا المحضري وتحديثه ليلائم متطلبات العصر الحديث مع الحفاظ على نبل ونقاء قيمه وأهدافه وأكد فخامة رئيس الجمهورية أن الدولة قدمت كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي الممكنة للمحاضر وشيوخها وطلابها وضاعفت عشرات المرات عدد المحاضر النموذجية التي تنشئها حيث ارتفع عددها من 60 إلى 1400 ومحورتين كما ازداد على نحو كبير عدد المحاضر المدعومة وتم وضع نظام للمتابعة المنتظمة لمستويات التقدم الدراسي بها وبين فخامة رئيس الجمهورية أنه تم العمل كذلك على تعزيز مد الجسور بين التعليم العتيق والتعليم المعاصر عبر تنويع التكوينات في مركز التكوين المهني لخريج المحاضر وفي المؤسسات التعليمية الرسمية العليا التي تستقبل خريج التعليم العتيق كالمعهد العالي للدراسات والبحوذ الإسلامية وجامعة العلوم الإسلامية بالعيون والمحضرة الشنقيطية الكبرى بمدينة أكجوجت هذا بالإضافة إلى إنشاء العديد من الكراسي في مجالات علمية متعددة من ضمنها كرسي النوازر المعاصرة أسندت جميعها إلى علماء متمكنين ينضاف إلى ذلك استحداث جائزة لحفظ وفهم المتون المحورية بهدف تحفيز طلاب المحاضر على التنافس والتحصيل العلمي وقال فخامة رئيس الجمهورية إنما يجداح قارتنا الإفريقية والعالم عموما من عنف وإرهاب وحروب مدمرة تأثرت بمفاعيله السلبية كل دول العالم وإن بنسب متفاوتة ليؤكد حاجتنا الماسة ومسؤوليتنا الجماعية بخصوص ضرورة التخلص نهائيا من العنف والإرهاب والنزاعات العرقية الهدامة وهو ما يتطلب نشر قيم العد والتسامح والاعتدال كما يعمل على ذلك التعليم العتيق متمنيا أن تسهم النسخة الرابعة من المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم في استعادة التعليم العتيق لدوره في نشر القيم السامية قادر الرئيس الغامبي السيد أدم بارو والسيد حرمه فاطمة با بارو مساء اليوم الأكشوط بعد سيارة موريتانيا الشاركة خلالها في فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم ودعا رئيس الغامبي بمطار وكشوط دوري المتنسي من طرفه معالي الوزير الأول السيد محمد البلال مسعود وإسراء العدر والشوري الخارجية والتعاون والدفاع الوطني والداخلية والأمركزية والوسيرة الأمينة العامة للحكومة ومديرة ديوان الوسير الأول ووالي وكشوط الأربية ورئيسة جهة وكشوط والسفير الغامبي لدى بلادنا كما كان في وداع الضيف الغامبي وفد من الأمانة العامة لمتدى تعزيز السلم وعدد من أفراد الجارية الغامبي المقيمة في موريتانيا اشتركوا في القناة شهد اليوم الثاني من الملتقى الرابع للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم في قصر المؤتمرات المرابطون بن وكشوط انطلاق أعمال قمة الشباب والمرأة في نسخة الثانية تحت رعاية السيدة الأولى وبحضور السيدة الأولى الغامبية وناقش المؤتمر قضايا المرأة والشباب ودورهما في تعزيز السلم من خلال الاستيناس بمضامين أعمال المؤتمر العلمي الرابع في هذا البشار اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم ينطلق في نسخته الرابعة بقمة الشباب والمرأة الهادفة إلى إشراكهمها في نشر ثقافة السلم بالقارة الإفريقية وسط مشاركة واسعة من فقهاء وعلماء ومفكر القارة السمراء انطلاقا من التعليم العتيق الذي ينتشر في القارة كالمحاضر الموريتانية والكتاتيب بالسنغال وغامبيا وجنا كونكري وغيرهما التي تحارب الغلو وتطرف إن تميز النسخة الثانية في قمة الشباب والمرأة صناعي السلامي في إفريقيا من رئاسة السامية للسيدة الأولى الدكتورة مريم محمد فاضل الده وبمشاركة السيدة الأولى القامبية معالي السيدة فاطمة باهبرو يجعل المجتمعات الإفريقية تنتظر منها أن تخرج بنتائج وتوصيات تساهم في السلم الأهلي والسلام العالمي لما يلعبه التعليم الأصلي من دور كبير لتمكين وتحصين الفرض والمجتمع والصيانة الهوية وترسيخ القيم الثقافية والدينية للمجتمعات وتحصين التنشئ الاجتماعي للأطفال لقد وجدت الحكومة الموريتانية في النسخ الثلاث السابقة للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم فرصة حقيقية لإشاعة قيم السلم والتسامح والمحبة ونبذ الغلو والتطرف ولعل من أهم المؤشرات على ذلك دعوة قمتنا لتعميق الحوار بين كبار العلماء والشباب لتصحيح بعض الصور والمفاهيم المغلوطة التي تشوش الفهمة لبعض تعالم ديننا الإسلامي الحنيف الذي هو دين التسامح والأمن والسلم السيدة الأولى لجمهورية غامبيا فاطمة بابارو شكرت القائمين على هذا المؤتمر مؤكدة أن السلم هو المعدن النفيس الذي تحتاجه القارة الإفريقية وملوهة إلى أهمية إشراك الشباب والمرأة في صناعة السلم داعية إلى دعم مجهودات الشباب والمرأة لجعل السلم واقعا معاشا وقد تسلمت السيدة الأولى لجمهورية غامبيا دعا السلام الذي قدمه المنسق العام للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم الشيخ محفوظ بن الشيخ عبد الله بن بي ويشكل العيش المشترك والتسامح مبادئ يسعى المؤتمر الإفريقي للسلم إلى ترسيخها في عقول ناشئة إضافة إلى تعاليم الدين الإسلامي الحنيف لخلق بيئة آمنة ومستقرة ترفع السلم شعارا لحياة الجميع أود أن أعرب عن فائق تقديري لفخامة الرئيس محمد الشيخ العزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريطانية على دعمه المستمر لهذا المؤتمر وعلى تكرمه بوضع ملتقياته تحت رعياته السامية كما أود أن أشيد بالجمهورية الإسلامية الموريطانية لدعمها الثابت للقضايا الإسلامية ولمساهماتها القيمة في تعزيز أسس الأمن والسلام والاستقرار في القارة الإفريقية ونشر قيم الوسطية والآتدال والتسامح وأود كذلك أن أجدد الأعراب عن فائق تقديري لمنتدى أبو ظبي للسلم ولرئيسه الشيخ العلام عبدالله بن بيا على تنظيم النصحة الرابعة من المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم وإننا نثمن عاليا ما يقوم به سماحته من جهود قيمة حيث يخصص علمه وفهمه العميق لوعالجة أهم قضايا عصرنا والتحديات الكبرى التي تواجه شعوبنا بات المؤتمر وجهة سنوية للعلماء الباحثين عن تشخيص واقع السلام في إفريقيا التي تعيش العديد من الأزمات والصراعات ليسهب المتدخلون في الحديث عن التعليم العتيق وأهميته في صقل العقول ومحاربة التطرف بتدريس القيم الإيجابية التي تعزز السلمة ولا تنقض بينها والقيم الدينية كما طالب المتدخلون بدمج الشباب في الحياة المختلفة وتوفير وظائف من أجل سد الفراغ وقطع الطريق أمام الجماعات المضللة إضافة إلى الاهتمام بالمرأة التي تعتبر نبض الأسرة وهي المرب الأول للأجهال لأجل الحفاظ على اللحمة الوطنية داخل القارة الإفريقية محمد عمر بن لول الموريتانية نواق شرط اختتمت أمس بمركز تيجند لداري أعمال اللقاء التشاوري المنظم للصالح الفاعلين التربويين حول طرق عصرانة الامتحارات الوطنية وناقش هذا اللقاء مختلف لاختلالات ملاحظة على نظام المسابقات الوطنية كما بحث السبل الكافلة بتغلب عليها يأتي هذا اللقاء التشاوري بمدينة تيجند في إطار سياسة غطاء التهذيب الوطني لبحث سبل المثلى لتطوير وعصرانة الامتحانات الوطنية وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي استمع في مستهل الجلسة الختامية لهذا اللقاء للخلاصات التي توصل إليها الفاعلون التربويون والتوصيات المقدمة بخصوص تطوير النظام التعليمي وزير التهذيب الوطني أكد في كلمته بهذه المناسبة ضرورة تنظيم لقاءات من هذا النوع لإبراز الآراء والمخترحات التي من شأنها أن تكشف الاختلالات التي تشكل عائقا أمام تطوير النظام التربوي لقاءنا اليوم هو في منتصف أيام تشاورية ذلاذة حول عصرة حكامة الامتحانات في موريتانيا تستدعي العديد من التشاور ومعالجة ومساءلة النصوص الضابطة لحكامة الامتحانات عموما مساءلتها لتحيينها ولتصحيح الأخطاء بالاختلالات الموجودة ولا يخلو أي مسار من اختلالات واستخلاص الدروس أيضا من التجارب الماضية والاستئناس باتجارب الدول أيضا المذيلة منها خصوصا منها التجارب الناجحة ونحن اليوم على بعد ستة أشهر تقريبا من تنظيم الامتحانات الوطنية امتحانات الإشهادية كامتحان السنة السادسة امتدائي امتحان سنة الرابعة اعدادي وامتحان الباكالورية ستة أشهر إذن كافية لاتخاذ الإجراءات التي من أجلها تحسين حكامة الامتحانات من بدايتها إلى نهايتها وفي هذه القاعة يجتمع مديرون الجهويون بالولايات الوطن ويجتمع أيضا كافة الطاقم المنظم الامتحانات والمدرية العامة المتحانات والمدرية العامة المعلوماتية وأولي الخبرة والطولة من القطاع في هذا المجال والد ترارزا بيّن في مداخلته بهذا الخصوص أهمية التنسيق بين السلطات المحلية والمديرين الجهويين لترقية الأداء بدورهما حاكم مقاطعة المدردة وعمدة بلدية تيكنت على التوالي أشاد بأهمية هذا اللقاء الذي يجسد سياسة الدولة في مجال إصلاح النظام التعليمي جملة من التوصيات قدمها المشاركون في هذا الملتقى تتعلق أساسا بتنظيم دورات تكوينية لصالح المصححين والمراقبين كل المواضيع مطروحتهم فيما يتعلق بتنظيم الامتحانات بالإجراءات المتعلقة بها بالتسجيل وخصوصا هذه السنة التي تعهدت فيها الوزارة بتوصيات عدية بأن تكون سنة الصفر ورقة وبالتالي يكون التسجيل بالنسبة للتلاميذ على منصة تسجيلا مباشرا بدأ بالفعل بالنسبة للأحرار وخلال هذه الأيام المقبلة سيتم أيضا عبر المؤسسات التربوية من خلال تسجيل التلاميذ مترشحين شهادة ختم الدروس العدادية والباكالوريا من خلال هذه المنصة هي إذن جلسات تشاورية بين الفاعلين التربويين يسعى من خلالها قطاع التهديب الوطني إلى وضع خطة لتحسين نظام المسابقات الوطنية سبيلا إلى تطوير مظومتنا التربوية لقناة الموريتانية محمد الياثمى مدينة تيجينت دخل رالي أفريكا إيكورايس للسيارات والدراجات والمركبات الليلة البارح على راضي الموريتانية من مقاطعة الشامية التي تشكل محطته الأولى في بلادنا ويشارك في هذه النسخة الخامسة عشر من هذا الرالي خمسمائة مشاركين يمثلون ثلاثين جنسية مقاطعة الشامي أولى محطة سباق رالي أفريكا إيكورايس داخل الأراضي الموريتانية حيث استقبل ليلة البارحة من طرف الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة أمد الحاجري رفقة حاكم مقاطعة الشامي وعمدة المدينة ويشارك في هذه النسخة من رالي أفريكا إيكورايس أزيد من خمسمائة مشارك بمائتي سيارة ودراجات نارية وشاحنات وطائرات صغيرة للتغطية الإعلامية وقد تجول الأمين العام الوفد المرافق له في مختلف مرافق إقامة الرالي ليستمع من القائمين عليه عن ظروف الإقامة وما تحتوي من مشاءات خدمية متنقلة والمقومات الأساسية والظروف الأمنية الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة في كلمة بالمناسبة رحب بالمشاركين في هذا السباق منوها بدوله في التعريف بالبلدان التي يمر عبر أراضها وأكدا في السياق ذاته أنه سيساهم في التعريف بالتنوع الثقافي والبيئي والسياحي في المنطقة إضافة إلى إنعاش التنمية والسياحة وهو ما يجسده اهتمام فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني في برنامجه أولويات الموسع بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في بلادنا وعبر المشاركون في السباق عن ارتياحهم بالظروف العامة خلال الرحلة وما أحيط به من حفاوة وحسن استقبال يحصل لي الشرف أنني كانت واجد في موريتانيا أول مرة يحصل لي الشرف أنني ندخل بلدي لكم كنشكركم على الاستقبال اللي درتوا لهذا الرالي ولينا كلنا سهلتوا علينا المأمورية ودوزتونا من الحدود وجبتوا الناس ديالكم حتى البيفواك باش يعطيونا التأشير فعلا نيت أنا المشاركة الوحيدة المرأة الوحيدة اللي في هذا الرالي كان دون الرالي عنده 15 سنة دابا وفي الخمستاشر السنة اللي فاتت كلها عمرها ما كانت شي مرأة اللي في سيارة داست مرأة في الكاميو داست مرأة معي جوج عيالات في هذا الرالي اللي كيدروا الموتور ولكن في السيارة أنا أول وحدة نتمنى نشرف كل مرأة أفريقية عربية في هذا الرالي هذا وقد تم توفر أماكن خاصة للطيوف والتأشرة سعيا إلى تقريب الخدمة منهم في هذه الصحراء جينا هون اليوم في طار إصدار تأشي البيومترية للسباقة الرالي أفريكا كورايس وهذا ضمن تقريب الخدمة للمواطن والأجنبي حسب تعليمات الساميق رئيس الجمهورية هذه تقريب الخدمة يتعترى أن نوفر هذه الخدمة بكل تفاصيلها وتعقيداتها الفنية في الصحراء يعني إحنا نديرهم إحنا هون في الشامي معنا في مركز ولاننا في شبكة ومع ذلك الأمور طبيعية يعني صدر تأشرة كما لو كانت في الحضر وهم طبعا مرتاحين وعدنا لهم ما شاء الله تأشرة بشكل سهلي وسيمر أرى لأفريكا كورايس الذي دخل أراضي الوطن مساء اليوم بأربع ولاية من الوطن من ضمنها ولاية داخل تنوادب في غضون ستة أيام وقد لقي وصوله لمقاطعة الشام ظروفا ملائمة حسب المشاركين فيه الذين عبروا عن ارتياحهم لجو الأمن والسلام في بلادنا الشيخ الحميد الموريتانية مقاطعة الشام إلى هنا ومشاهدين الكرام نودعون سميننا السلم وليحفظوا ليرافقنا في الجزء الأول من هذه المسائية مشكورا بلغة الإشارة ونوصل معكم ما تبقى من فقرات مسائيتنا لهذه الليلة هنا بنواكشوط انطلقت صباح اليوم أعمال ورشة استخلاص النتائج الشابية للخطة الوطنية للاستجابة في حالة الأزمات الغذائية ويشارك في الورشة ومثلنا عن عدة قطاعات حكومية وعن الهيئات الدولية المهتمة بالأمن الغذائي في بلادنا لمناقشة أنجع الطرق لحماية السكان الأكثر هشاشة من المخاطر المتعددة المرتبطة بالأزمات الغذائية ولتقييم ما سبق من عمل في هذا الإطار الذي تشهده بلادنا ودول شبه المنطقة تأتي هذه الورشة المنظمة من قبل مفوضية الأمن الغذائي لاستخلاص النتائج الإيجابية للخطة الوطنية للاستجابة 2023 التي تم تنفيذها في إطار الآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية تتم إعداد هذه الخطة التي أصبحت سنوية بطريقة منسقة علمية وتشاركية لتحديد الاحتياجات الأساسية للسكان وعلى الخصوص الطبقات الأكثر احتياجة حيث تتم ترجمة هذه الاحتياجات والاستجابة لها في إطار برامج تلامس مختلف جوانب الحياة الاجتماعية كالمساعدات القذائية والنقدية والتكفل بصحة الأم والطفل ودعم المنمين لإضافة لسلسلة من البرامج لدعم صمود السكان الأكثر عرضة لتأثير الأزمات القذائية وفي هذا الإطار يشرفون اليوم أن أترأس بسم معالي مفاوضة الأمن القذائي برشة العمل الثالثة المتعلقة بتقييم النتائج الإيجابية للخطة الوطنية للاستجابة لسنة 2023 والتي تم تنفيذها في إطار الآلية الوطنية للقاية والاستجابة للأزمات القذائية والتغذوية يتوى السيدات هي وسادة على الرقم من التحولات الإيجابية الكبيرة التي يشهدها قطاع الأمن القذائي بفضل توجيهات بخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني والتي تعمل الحكومة بإشرافهم معايا الوزير الأول السيد محمد البلال مسعود على ترجمتها لبرامج وإنجازات على أرض الواقع تظل مسؤولية كل قطاع مترتبة لتطوير أساليب عمله عن طريق استخلاص النتائج والممارسات الإيجابية بسبة دورية لإطباء التحسينات اللازمة على خططه وبرامجه التنموية نائب الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي في بلادنا السيد باتريك تيكسرا ذمن بدوره مستوى التعاون المثمر بين برنامج الغذاء العالمي وبلادنا مؤكدا أنه بفضل ذلك تم تحقيق العديد من النتائج الجيدة لصالح السكان الأكثر فقرا إلا أنه يضيف السيد باتريك يلزمنا تكثيف الجهود من أجل تحقيق نتائج أفضل في السنوات المقبلة ورشة العمل هذه سيتم خلالها مناقشة موضوعات من قبل المشاركين كتقييم الاستجابة للمساعدات الغذائية وطرق اختيار الفئات المستهدفة بالإضافة إلى التنسيق على المستويين المركزي والجهوي والآن مشاهدين كرام نفتح نافذة الخاصة بالأنباء الدورية لكن بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الصابت 17 ضابطاً وشندياً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بعدها بختل الضابط يرتفع عدد قتله إلى 192 منذ بدء العملية البرية شهد ذلك بالتساون مع إعلان ناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة تدمير 42 آلية عسكرية إسرائيلية كلياً وشزئياً والإجازة على 22 جندياً خلال الأسبوع الماضي استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم السادس والتسعين من عدوانه على غزة القطاع بغارات متعددة سقط على إثرها شهداء بالتزامن مع اعترافه بوقوع جنود له بين قتيل وجريح في المعارك وقالت مصادر إعلامية إن 58 فلسطينياً استشهدوا وسقط عشرات الجرحة في قصف الإسرائيلي على وسط قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في المقابل أعدن الجيش الإسرائيلي مقتل الضابط احتياط من وحدة الإسعاف القتالية الليلة الماضية وإصابة جنودي احتياط بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة وسط قطاع غزة وبذلك يرتفع عد قتل جيش الاحتلال من جنود المضباط منه عملية طفاة الأقصى والحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى خمس مائة وعشرين بينهم مائة وثنان وتسعون قتلا منذ بدء العملية البرية في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي وكان المتحدث العسكري الإسرائيلي قد أعلن أمس مقتل ستة جنود وإصابة أربعة عشر في تفجير شاحلة ذخيرة في البريج وقال إن جيش الاحتلال بصد التحقيق فيما جرى وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قال إن مقاتل القسام تمكنوا خلال الأسبوع الماضي من تدبيره اثنتين وأربعين آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا وأجهزوا على 22 جنديا إسرائيليا من المسافة الصفر إضافة إلى إيقاع عشرات بين قتيل والجريح في 52 مهمة عسكرية مختلفة بدورها على السرايا القدس اليوم قصف حشود عسكرية إسرائيلية بوابل من قذائف الهون بمحيط منطقة المحطة في خانيونس كما قصفت بقذائف الهون جنودا وآليات الجيش الإسرائيلي لجنوب حي الزيتون بمدينة غزة وفي الضفة الغربية نفذ الجيش الإسرائيلي فجر يوم اتحامات واسعة لموضون وبلدات ومخيامات في الضفة الغربية المحتلة تزاونا مع العدوان المستمر على غزة وكان الجيش قد نفذ عمالية عسكرية في مدينة ومخيم جينين استمرت نحو ثماني ساعات انفجر يوم الأربعة وسط اندلاع اشتباكات مسلحة وسماع انفجارت وشرع الجرافات عسكرية بتجريف عدة شوارع في مخيم جينين ودمرت منتلكات في حين نفذ الجيش عمليات اقتحام لمنازل فلسطينية وعمل على تفتيشها والتخريب محتوياتها والتحقيق ميدانيا مع عشرات المواطنين وشهدت مدينة بول كارم كبارك اقتحامات مماثلة واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا بعد اقتحام ميزل ذوي شمالي الضفة الغربية وفي جنوب لبنان فاد مصدر عسكري لبناني قصفا اسرائيليا استهدف سيارة مما ادى الاستشهاد ثلاثة عناصر من حزب الله في تلك الغارة وفي المقابل انطلقت رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه اسرائيل ويستمر تصعيد في جنوب لبنان بين حزب الله اللبناني والشيش الاسرائيلي وسط مخاوف من تحول المواجهات إلى حرب شاملة امر رئيس الاكوادور دانيال نوبو بتحهيد العصابات الاسرائمية وذلك بعد ايام من عنف بلغ ضروته في هجوم على استيديو بمحطة تلفزيونية عامة في اثناء البث المباشر وكان مسلحون ملثمون اقتحموا استيديو محطة تلفزيونية تي سي في اثناء البث المباشر حيث ان العاملين في الاستيديو اضطروا للانبطاح على ارضيتهم في اخر تطورات مشهد العنف الذي تشهده دولة الاكوادور اقتحم رجال مقنعون احدى قنوات التلفزيون العامة ملوحين بالاسلحة والمتفجرات خلال بث مباشر امس ودخل المسلحون محطة تصوير شبكة تلفزيون تي سي في مدينة غوايا كيلي خلال برنامج اخباري كان يعرض على الهواء مباشرة في الاف المنازل عبر البلاد وبينما لم يقتل احد في الهجوم اعلنت السلطات اعتقال جميع المقتحمين الذين بلغ عددهم 13 وسيتم توجيه تهم الارهاب اليهم ولم تعلن السلطات عن هوية الفاعلين وراء اقتحام محطة التلفزيون او سلسلة الهجمات الاخرى التي هزت البلاد مؤخرا وبعد وقت قصير من اقتحام المسلحين للمحطة اصدر الرئيس دانييل نوبوى مرسوما يحدد فيه 20 عصابة تعمل في تجارة المخدرات في البلاد ضمن قوائم المجموعات الارهابية ويأذن للقوات المسلحة بتعطيلها وفقا للحدود القانون الدولي الانساني وامر رئيس الاكوادور ايضا بتنشيط وتدخل القوات المسلحة والشرطة الوطنية لضمان السيادة ووحدة الاكوادور في مواجهة الجريمة المنظمة والمنظمات الارهابية واعلن نوبوى اول امس حالة طوارئ بجميع انحاء الاكوادور بما في ذلك السجون بعد هروب اخطر زعيم عصابة في البلاد الملقب بيفيتو من سجنه الاحد الماضي وحدوذ اعمال شراب وعصيان في عدة السجون وفي السياق ذاته قتل عشرة اشخاص على الاقل بينهم شرطيان في النزاع الذي تخوضه قوات الامن والجيش بالاكوادور ضد عصابات المخدرات وقال مسؤول في شرطة قواياكيلي ان ثمانية قتلى وثلاثة جرحا سقطوا في هذه المدينة الساحلية الواقعة جنوب غرب البلاد والتي تعد معقلا لعصابات المخدرات كما علن مسؤولون اليوم هروب زعيم عصابة اخرى وهو فابريوس كلون بيكو من مجموعة لوس لوبوس من سجن في مدينة ريو بامبا لكن سرعان ما تم القبض عليه خلال تحقيق حول عمليات اختطاف واتهم بمحاولة اعتقاد لأحد المدعين العامين الرئيسيين في البلاد وفي السنوات الاخيرة ازدادت قوة هذه العصابات بعد ان اصبحت الاكوادور نقطة رئيسية لتصدير الكوكايين الذي تم انتاجه في البيرو وكولومبيا المجاورتين كذلك ختام المسائية الى التذكير بالعنام مجلس الوزراء يستجق على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم من بينها مشروع مرصوم يقضي بانشاية للمراقبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الرئيس سلغانبي وعادر وشود عائدا الى بلاده بعد تسلمه لجائزة فريق لتعسيس السلم انطلاق اعمال قمة الشباب والمرأة في نسختها الثانية والنسخة تناقش دور الشباب والمرأة في تحقيق السلم ختاما مشاهدين الكرام شكرا لكم على كرامي المتابعة تحية من اليوم باقي فريق العمل بعد قليل بحر لا تلتقونا زميلة بتم تليداري في نشرة الولايات إلى اللقاء اشتركوا في القناة